الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه طالعة الأقمار من سيرة سيد الأبرار ومما وقع من أسمائه صلى الله عليه وسلم في القرآن بالاتفاق الشاهد المبشر النذير المبين الداعي إلى الله السراج المنير وفيه أيضا المذكر والنعمة والرحمة والهادي والرشيد والأمين ومن أسمائه المشهورة المختار والمصطفى والشفيع المشفع والصادق المصدوق وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماح الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب رواه البخاري ومسلم اعلم أن الله عز وجل خص كثيرا من الأنبياء بمكارم عظيمة فجعل موسى كليما واتخذ إبراهيم خليلا ووهب سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وجعل صفوة خلقه وخاتم أنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم فشرفه وأعلى مقامه فوق كل مقام وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب من مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لنبي قبلي وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة ومن جملة الدلائل على عظيم فضله صلى الله عليه وسلم تعداد أسمائه الشريفة فهو محمد وبه ذكر في القرآن الكريم يقول الله عز وجل محمد رسول الله ويقول تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما محمد رسول الله